فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان الثالث وأريد أن أبدأ هذه الحلقة بحديث عن الصدقة فإن رمضان يتبار فيه الخيرون والطيبون بالإنفاق من أموالهم طيبة بذلك نفوسهم يرجون ما عند الله عز وجل من أجل وثواب ويقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح الموصلة إخوتي وأخواتي المتصدق وعده الله عز وجل بالخلف فقال سبحانه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا ثم إن المتصدق وعده الله عز وجل بأضعاف مضاعفة منذ الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المتصدق بأن ماله يزيد ولا ينقص ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقه وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الصدق والإنفاق من المال على أهل الحاجة والفاقة جعله الله عز وجل من صفات أهل الجنة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الصدقة أيها الإخوة الكرام سبب لكل خير في الدنيا والآخرة قال علماؤنا في الصدقة عشر خصال محمودة خمس في الدنيا وخمس في الآخرة أما في الدنيا فتطهير المال وتطهير البدن ودفع البلايا والأمراض وبركة المال وطمأنينة النفس هذا كله يحصل بالنفقة في الدنيا وأما في الآخرة فالجواز على الصراط وتثقيل الميزان وزيادة الحسنات وأن تكون في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه والصدقة قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا النار ولو بشق تمره لو أن الإنسان استطاع أن يتصدق بشق تمره فهذه وقاية له من النار وأخبر صلوات ربي سلامه عليه عن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرة وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا لا الإنسان يتصدق حال قوته وحال رغبته في الدنيا وإقباله عليها وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الصوم جنة وأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأخبرنا أن صدقة السر تقي مصارع السوء الإنسان الذي يتصدق سرا وصدقته بينه وبين الله لا يطلع عليها أحد سواه جل جلاله هذه الصدقة تقي صاحبها مصارع السوء إخوتي وأخياتي ربنا جل جلاله أثنى على المتصدقين فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي مقابل هؤلاء والعياث بالله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينة بعض الناس بخيل شحيح مسيك مقتر ثم لا يكتفي بذلك بل يأمر غيره بالبخل لو رأى إنسانا منفقا متصدقا باثلا جوادا فإنه يبدأ يعظه والعياث بالله يقول لو أمسك عليك مالك فهو خير لك وأنفع لولدك وهؤلاء لا يستحقون وكذابون وما إلى ذلك ينثره ويزهده في أن ينفق ماله ابتغاء وجه الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذه المعاني ولذلك كانوا يتنافسون في الخيرات ويتسابقون إلى الصدقات لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنفقة قال عمر اليوم أسبق أبا بكر فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمال كثير فقال له ماذا تركت لولدك قال تركت له مثله فجاء الصديق رضي الله عنه بمال أكثر قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لولدك قال تركت لهم الله ورسوله وكذلك لما نزل قول ربنا جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الله تعالى قد أنزل ما قد علمت وإن أحب مالي لي بيرحا هي لك يا رسول الله اجعلها حيث أراك الله فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال رابح ثم قال له اجعلها في قرابتك وذوي رحمك يعني ردها النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طلحة من أجل أن يتصرف فيها ورضي الله عنه وأرضاه إخوتي وأخواتي ها أنتم هؤلاء تدعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يا صاحب المال أطلق يدك بالنفقة وثق بموعود ربنا جل جلاله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يا صاحب المال اعلم بأن مالك هذا هو ما قدمته بين يديه قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وسأل أصحابه يوما قال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا واحد إلا ماله أحب إليه قال لهم عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أبقيت هذا الذي تتركه سيذهب للورثة أما هذا الذي تبذله وتنفقه فإنه ذخر لك عند الله عز وجل تجده يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربي أن يزيد هذه الصدقة تكون رابية زائدة إن الله تعالى يقبل صدقة أحدكم بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه كما لو كان عند الواحد منا شيء من البهائم فيربيه ويغزيه على رجاء يذبحه في يوم الأضحى مثلا ولله المثل الأعلى الصدق ربنا جل جلاله يربيها لأحدنا أن تتبذلها في الدنيا قليلة يسيرة لكنها يوم القيامة عند الله عظيمة كثيرة يا أيها الإخوة الكرام لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله عز وجل يضرب المثل لهذا المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذاء المن أن يقول للسائل ألم أعطك ألم أكرمك ألم أطعمك أنت في كل يوم تأتيني أو يؤذيه بأن يقول له اذهب لا نفعك الله بها لا أغناك الله لا كذا يؤذيه بلسانه الله عز وجل يضرب له مثلا بالحجر الصلد الحجر الأصم الصفاة اللامعة هذه لو نزل عليها مطر وقد كان عليها تراب العادة التراب إذا نزل عليه المطر يكون منه نبات ولم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة لكن هذا الحجر الذي عليه تراب إذا نزل عليه الماء ما زاد على أن جلاه ولمعه لكن الحجر منتفع بشيء من هذا المطار فكذلك هذا المنان المؤذي بلسانه يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا لن يجد صدقته ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المنان المنان بما أعطى يقول ألم أفعل ألم ألم مثل ما قال فرعون اللئيم لموسى الكليم ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين يعني يمن عليه بما أنفق وبما أطعم في حال صغره صلوات الله سلامه عليه فرعون لما كان صاحب من وأذى فحري بالمؤمن أن لا يتبع سبيله وأن لا يسلك طريقة بل تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل ما عنده من أجل النفاب يا مسلمون رمضان شهر الصدقة شهر النفقة شهر البذل شهر طعام الطعام شهر تفطير الصائمين ولا يقول أن قائل ما عندي شيء النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب واسعا ولو قال ولو على تمرة ولو على مذقة لبن ولو على جرعة ماء وسبحان الله أهل هذه البلاد جبلهم الله عز وجل على الكرم على قلة ذات أيديهم وما نزل بهم من الفاقة والمسغبة تجد الناس يجلسون في الطرقات الكثير من الناس ما يفطر في بيته خاصة ممنهم على السابلة على الطرق العامة والشبارع الرئيسية تجد الناس يفرشون أمام البيوت ويخرجون ما عندهم ما عندهم مما آتاهم الله عز وجل ثم بعد ذلك يصرون على المار في وقت الإفطار أن يتناول معهم طعامة وأن يصيب من زادهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ما زالت هذه الشعيرة الإسلامية والسنة المصطفوية في أهل هذه البلاد سارية مما يدل على بقاء الخير والحمد لله رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يطعمون الطعام وينفقون المال طيبة به نفوسهم ونبقى مع فاصل يسير أرجع بعده لاستقبال أسئلتكم فكونوا معنا إن شاء الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مرحبا بأول المتصلين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله رحمضان كريم أيهاكم الله بدر الدين عندنا اختلاف وصيك عندنا الإرشاك بقولوا إلا عشرة خمسة إلا عشرة عندنا جمعات بأذن الصلاة الخير من النوم الساعة خمسة وخمسة لقائية فيناس يعني يسيقوا على اللذان فيتوجه إن ده للبعزنين خلال اللذان يكون مع الإمساك ده على الحجر وليكن بعد الإمساك قالوا في حديثي معنا يقول لك إنها بلال يوزن وبيليل إذا أزبني مكتوبة فمسكوا شكرا بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا فضلي يا شيخ يا الله في الآية قال الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا يلا عيزة عرف هل القوم الزمان ولا أست ولا والسؤال الثاني يلا زمان كنت بصرب النوافل وكنت بغي ما عاد فإنه الصلاة النوافل ما كعي يلا هل صح يلا هل صلات صلات صحيحة ولا لا طيب أبش يلا الإنزال عنده حساسية أو أزو لوده البندلين عبر جهاز ما عبر البخار يلا هو كل ثلثة بيأخذ جرع يعني كل تغسى كده كل جرع بتكون فيها ما يلا هل يعني كمية المادي بتبطر ولا ما بخاف عبر الجهاز طيب بارك الله وفيك جداك الله وخير وإيا السلام عليكم عليكم السلام مرحبا تبطر على خير أمين الله يكرمك ويبارك فيك خزور لو أنفع تاج دامزور مثلا دالي حاجة يا الله ما عدا في السيارية ولا شي ما يش يا قل لي تاني الزور لو أنفع مثلا إن جار دول المسكين شركة ديت حاجة مثلا طيب طيب فيها ريالي كويس أجيبك إن شاء الله السؤال الثاني جراية الغوام مظل نطلب في المنجز ما في الجامعة لو تحت فيها الزور فيها أجي قل ما أجي قراءة القرآن نعم أيوة حصل فيها شنو لو التحت عفية نعم ما أجري طبعا أيوة طيب أبشر شكرا شكرا الله يكرمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أحمد أمين وإياك الله يبارك فيه فضل الله يكرمك أجي صلاة الشف والوطر ما صلى لو قام لما طلعت الشمس هل يسليها وطر ولا سليها بعد الصلاة ولا يسليها قبل الصلاة طلعت الشمس ولا طلع الفجر طلع الفجر طيب أبشر إن شاء الله وطاني إذا الزور السلام هل يغبل زوجة وإذا ما يغبل لا ما يغبل ما يغبل ما لا وإياك السلام عليكم عليكم السلام مرحب يا علي بسأل لو زوجة المساطر يصوم رمضان في منطقة مثلا نعم هل يصلي قاطر ولو يصلي التراويح ولا ولا طيب كيف ها كويس أي وبرك الله بإياك السلام عليكم طيب في الحجة أسماء من الثورة أرسلت سؤالا استعمال القطرة في الأذن في نهار رمضان ما في حرج إن شاء الله في استعمال القطرة في قطرة الأذن في نهار رمضان لأن الأذن يعني ليس منفذا معتادا إلى الجوف وهذه القطرة ليس طعاما ولا شرابا ولا هي في معنى الطعام والشراب ثم تسأل عن عملية غسيل للأذن في نهار رمضان هل تبطل الصيام لا ما تبطل الصيام لذات المعنى الذي ذكر أولا وهو أن الأذن ليس منفذا معتادا إلى الجوف طيب هذه الأسئلة التسعة التي وردت من الإخوة والأخوات أبدأ بسؤال بدر الدين من شندي يقول بأن الإمساك في شندي في الخامسة إلا عشر دقائق والأذن في الخامسة وخمسة دقائق يا بدر الدين الطيب ويا أيها الإخوة والأخوات اعلموا أن الله عز وجل أمرنا بالإمساك عند طلوع الفجر فقال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل أي بيؤذن الأذان الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني الآية مصعى ويقولوا له هذا الضياء قد انتشر في الأفق ولذلك أقول ما في وقت اسمه وقت الإمساك وإنما يحق لك أن تأكل وتشرب إلى أن يطلع الفجر فإذا كان طلوع الفجر عندكم في شندي في الخامس وخمس دقائق فاكلوا إلى الخامس وخمس دقائق وإذا كان طلوع الفجر اليوم مثلا في الخرطوم في الخامس وعشر دقائق فمن حق الإنسان أن يأكل ويشرب إلى ذلك الوقت وأما الأخت راوية من شندي أيضا فقد سألت عن قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل هذه الآية خاصة بقوم النبي صلى الله عليه سلم فيما مضى أقول لا بل الآية على عمومها كل من هجر القرآن فهو داخل في هذه الشكوى التي يقولها النبي صلى الله عليه سلم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقوم النبي أمته وهجر القرآن قد يكون بهجر تلاوته هجر الاستماع إليه هجر التحاكم إليه هجر الاستشفاء به هجر تدبره ومعرفة أحكامه وحكمه كل هذه من أنواع الهجر التي ينبغي أن يجتنبها المسلم فمطلوب منها أن نقرأ القرآن وأن نستمع إليه وأن نتدبره وأن نستشفي به وأن نتحاكم إليه نحل حلاله ونحرم حرامه من أجل أن لا نكون للقرآن هاجرين وأما النوافل فليس معها إقامة يا راوية ولكن لا تبطل الصلاة لأنك أقمت وصليت النافلة فليس معنى ذلك أن النافلة قد بطلت لكن أقول السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالإقامة للصلاة المفروضة أما النافلة حتى لو كانت جماعة فما كان يقيم لها مثلا صلاة العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى وكذلك صلاة الكسوف ومثله أيضا صلاة الاستسقاء هذه كلها تؤدى جماعة ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم ولا كان يأمر بلالا بأن يقيم أما بالنسبة للأزمة فأنا أجبت بالأمس عن مسألة البخاخ وقلت بأنه ما يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم فمن احتاج إليه فلا حرج عليه أن يستعمله لأن النسبة الموجودة من الماء هي عشر ملي لتر في مئتي بخة يعني هذه العبوة تسع مئتي بخة وكمية الماء الموجودة عشر ملي لتر فهي لا تكاد تذكر وقاسوها على المضمضة الإنسان لو تمضمض وهو صائم فإنه يبقى شيء من ماء في فمه أو من طعم الماء في فمه والشريعة أهملت هذا وما رتبت عليه شيئا قالوا وأيضا هذا البخ ما يصل إلى الجو فإنما مراد به توسيع الشعب الهوائية أما قضية الجهاز هذه يا راوية فتحتاج مني إلى سؤال الأطباء ونأتي بالجواب إن شاء الله ولألا يقول قائل بأن هذا الرجل في كل يوم يعدنا بالجواب ثم لا يأتي أنا وعدت بالأمس بالجواب على قضية البغانية وقد أكثرت من السؤال فاختلفت أقوال الناس يعني ما جاءونا بقول فصل فبعض الناس قال البغانية هذه يعني شراب ما في شيء يعني إنما يراد منه هضم الطعام ليس إلا وبعضهم قال لا بل إنه مفتر يعني يجعل الإنسان ينام ويكون في جسمه فتور وما إلى ذلك وقد أبعد النجعة والله أعلم من قال بأن البغانية مسكر مخفف خاص بالنساء يعني قال بأنه يعني الشراب الذي يسكر به الرجال ثقيل أما هذا سكره خفيف وخاص بالنساء وما أظن هذا حاصلا فإذا أقول إذا كان هذا الشيء مسكر أو مفتر فهو ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر كل ما كان يسكر أو يفتر فهو منهي عنه وممنوع أما إذا كان يعني مجرد هاضم يعني أشبى بنقيع التمر الذي كان يشربه الصحابة في الزمان الأول فما في شيء ولو كان معه زريعة كما قالت السائلة أو كان معه خميرة أو غير ذلك يعني ما ما في شيء إن شاء الله أما أخونا عباس من الجزيرة فقد سأل أنه يقرأ القرآن ويعني عنده تعتع فأقول له يا عباس أبشر ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتع فيه وهو عليه شاق له أجران لأن الأجر على قدر النصب وأما نفقتك على المسكين أمام الناس فالأعمال بالنيات يا عباس الأعمال بالنيات فرب إنسان ينفق أمام الناس لكن لا يريده إلا وجه الله لكن قدر الله أن السائل جاء في ناس موجودين فما ينبغي أن يترك النفقة أو الصدقة من أجل أن الناس يرونه لا لا تعمل من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس تصدق عليه والله يعلم من حالك أنك تريد وجهه سبحانه بعد ذلك لو أثنى الناس عليك فقالوا ما شاء الله هذا رجل كريم جواد باذل أو أن هذا رجل منفق متصدق فتلك عاجل بشر المؤمن ولا تؤثر إن شاء الله على أجلك أخونا أحمد من كسلا يقول ليقبل الصائم زوجة أو لا ما تقبل يا أخي ففضل الله بن عمر قال ما أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير فما في داعه والسيدة عائشة رضي الله عنه لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم أتبع ذلك بقولها وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام كان أملككم لإربه فهو عليه الصلاة والسلام إرادته تكسر الجبال وإرادته أقوى من الحديد عليه الصلاة والسلام فقبلته لزوجه قبلة تحية قبلة مجاملة قبلة شفقة لكنه عليه الصلاة والسلام ما يتمادى إلى أبعد من ذلك وبعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ فأباحها للشيخ الكبير ومنع منها الشاب ومن نام عن صلاة الويتر يا أحمد حتى طلع عليه الفجر فالسنة أن يؤديها بعد طلوع الشمس إذا طلعت الشمس وارتفعت فإنه يصليها شفعا إن إذا كان معتاد أن يوتر بواحدة صلي اثنتين إذا كان معتاد يوتر بثلاث يصلي أربعا ونعم ورد عن الصحابة أيضا رضوان الله عليهم عن بعضهم بأنه كان يصليها ما بين الأثان والإقامة لأن إذا قام لصلاة الفجر قبل أن تقام الصلاة فإنه يصلي الويتر يقضيها أما أخونا علي ابن إبراهيم من برسودان فقد سأل عن الصائم إذا كان مسافرا هل يصلي قصرا اللهم نعم فرخصة القصر ثابتة للمسافر صائما كان أم مفطرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في الحديث سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فمع ذلك كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام فهو ما أتم في السفر قط وهل يصلي التراويح نعم صلي التراويح لأن صلاة التراويح قيام ليل والرسول صلى الله عليه وسلم في السفر كان يقيم الليلة وكان يتنفل على راحلتي أحيانا صلوات ربي وسلامه عليه السلام عليكم مرحبا بكم الله يكرمك تفضل في جول السيد بحاين في المتافر في رمضان مرحبا نعم وفجد عليه حدث عدد في فترة نعم ومع كانت قبلي بعده رواوين ثلاثة مدان هل يسأل أنه يمكن أن يكون علوه كفارة أو علوه السفر هو مسافر مش كده ها مسافر هو أجل المتحقر وكان مكان المياه حدث في فترة طيب 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 أبشر إن شاء الله طيب عندك سؤال تاني يا صديق وإياك سلام عليكم يا علي كن عليا سلام عليكم طيب سلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم الله يكرمك ويبارك فيك ورحمة الله وبركاته سلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا وسهلا مرحب تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا الشيخ نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام طيب أخونا صديق يقول أن إنسانا كان مسافرا وهو صائم يعني يسوق بهائم فاشتد عليه العطش فأفطر ما عليه عليه القضاء بس ما عليه شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره وبلغ كراع الغميم يعني مكان بين مكة والمدينة قال لأصحابي إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأمرهم بأن يفطروا وكذلك لما دنع صلى الله عليه وسلم من مكة فشرب أمام الناس من أجل أن يعلم الجميع أنه قد أفطر عليه الصلاة والسلام فالمسافر لو أنه شرع في السفر صائما ثم غلبت عليه المشقة وبدى له أن يفطر فلا حرج عليه لأن الرخصة يعني ثابتة في حقه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضلا مرحبا مرحبا مرحب عبدالجادر الطيب من فردفان مرحب عبدالجادر من هذا على أن الطلاق في المحيط أيها ما هو شيء يعني أكره فيه يعني طلق وهي حائض نعم وبنسبة لأن مشاهدة الكورة يعني مشاهدة الكورة في رمضان يعني مشاهدة الكورة في رمضان هذه الكورة في التحديد يعني وإن كانت لا ما بتعرف صحيح ومشواجبات يعني طيب سلام عليكم فضلي فضلي يا ندى يومي أواصل ولا أجب ولا شو حاجة حد عشرة مختلفة فسعرفين ومعنا طيب شكرا سلام عليكم وعليكم السلام مرحب محمد أنا بسأل الله بس بعيدة شكرا الغضو أيها عندي مشكلة في الغضو بعيدة الغضو شديد يعني بعيدة كبير كل مرة بعيدة بعيدة سؤالك الثاني يعني بعيدة يعني بعيدة بعض ما أتوضى وعجيسة صلى الله وكبر وأصلي وعجيسة انت بتعيد في سؤالك برضو انت برضو بتعيد في السؤال الآن عندك سؤال ثاني شكرا بارك الله فيك أكرمك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل يا أخي السلام ورحمة الله وبركاته نسأل الشيخ أن الدليل اللي استدل به العلماء الشافعية في جعل القطر في اختلاف المطالع 24 فرصة هم حوال 233 كيلو هذا هو مالك دليل شرعي كده يقول لي دليل الشرعي بالأخبار المسلمين لهذه الأخبار بهذه النسبة دليل الشافعية على شنو؟ الشافعية توزيع هذه الأخبار بهذه النسب وحاول عليه اختلاف المطالع كل قطر يروه والهلال يصمه طيب طيب جزاك الله خير الحمد شكرا طيب أخونا علي والأخونا مهدي من الخرطوم سأل عن قول ربنا جل جلاله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون هذه الآية في سورة الأنعام التي عرض فيها ربنا جل جلاله جهالات المشركين حين كانوا يحللون ويحرمون وفقا لأهوائهم فيقولون هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإي يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علم وبين ربنا بأنه ما حرم على هذه الأمة سوى أربعة أنواع من المطاعم قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي من ربي جل جلاله محرما أي من المطاعم على طاعم يطعمه إلا أن يكون واحد من هذه الأربعة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وهذه الأربعة المحرمة فصلها ربنا في سورة المائدة فجعلها عشرة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ثم ذكر أنواع من الميتة قالوا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ثم رجع إلى ما أهل لغير الله به قالوا ما ذبح على النصب فهذه عشرة أنواع كلها محرمة و في معرض الامتنان يبين ربنا جل جلاله أنه قد أباح لنا ما حرم على غيرنا وعلى الذين هادوا وهم اليهود كما قال ربنا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فالذين هادوا هم اليهود إما أنه مشتق من قولهم هدنا إليك أي رجعنا وتبنا أو نسبة إلى يهوذة ووصبتم من أصوات إسرائيل عليه السلام يعقوب أو من المهاودة وهي الترجيع لأنهم كانوا يرجعون في تلاوتهم للتوراة وعلى الذين هادوا حرمنا المحرم هو الله جل جلاله لكنه يعظم نفسه نون التعظيم مثل ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مثل ما قال وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون هذا في القرآن كثير وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ما كان من الطير أو من البهائم ذا ظفر فإنه محرم يدخل في ذلك الدجاج والبط والأوز وما إلى ذلك ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرم الله عليهم شحم البقر وشحم الغنم إلا ما حمل الظهورهما ما كان من هذا الشحم في الظهر فإنه مباح أما الشحم في سائر الجسد فهو محرم أو الحوايا الحوايا أي ما كان ملتصقا بالكرش الحاوياء الكرش أو ما اختلط بعظم إذا كان شحما قد التصق بالعظم هذا أيضا مباح وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وبيّن جل جلاله أن ذلك كله عقوبة لهم فقال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ما هو البغي الذي حصل بيّنه ربنا في سورة النساء قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأخونا محمد أحمد من المناقل يسأل عن من شرب ناسيا في نهار رمضان نقول ما عليه شيء إن شاء الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفاره وأما أخونا عبدالقادر الطيب من كردفان فقد سأل عن الطلاق في المحيط لو أن إنسانا طلق امرأته ويحائض نقول له بأن الطلاق يقع وهو آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما علم أن عبدالله بن عمر طلق امرأته ويحائض تغيض عليه وأمره بردها طيب عندك سؤال تاني عن الكورة يا عبدالقادر وسؤال أختنا ندا أختنا محمد وأخونا محمد إدريس هذا كله أجيب عنه بعد الفاصل إن شاء الله فكونوا معنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا عبدالقادر الطيب سأل عن مشاهدة الكورة في رمضان يا عبدالقادر أياما معدودات أياما معدودات رمضان ليس شهرا للكورة ولا لله ولا للغو ولا للتسلية ولا للترفيه رمضان شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام شهر الصدقات شهر إطعام الطعام رمضان شهر التقرب إلى الله عز وجل بالاعتكاف والاتماس ليلة القدر وما إلى ذلك الأخت ندى سألت عن الحنة في رمضان ما في شيء تخضى بي وتطيب ما في شيء إن شاء الله ثم تذكر بأنه قد وجب عليها غسل إما من حيض أو جنابك فنامت إلى العاشر هل صومها صحيح؟ نعم صوم صحيح لكنك آثمة من جهة أنك ضيعت صلاة الصبح بل ضيعت المغرب والعشاء فإن المرأة إذا طهرت قبل الفجر إذا كانت حائضا فطهرت قبل الفجر فواجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء أما إذا كان جنابا فأنت ضيعت الصبح ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريت منه ذمة الله وإن شاء الله النوم عذر إذا كان هذا يحصل على سبيل الندرة ما يحصل دائما أما أب محمد فواضح أنها تعاني من مشكلة وسواس أسأل الله لها العافية وذكرت بأنها تكرر الوضوء وتعيده مرارا وأقول مطلوب منك خمسة أشياء أولها الدعاء أكثر من الدعاء بأن يصرف الله عنك الوسواس وأن يصرف عنك همزات الشياطين ثم ثانيا مطلوب منك الإكثار من قراءة آية الكرسي فإنها أشد شيء على الشيطان ثم ثالثا مطلوب منك التهليل مئة مرة إذا أصبحت ومئة مرة إذا أمسيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإن من قالها مئة مرة إذا أصبح كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة خطيئة وكانت له عد عشر رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ثم خامسا أو رابعا مطلوب منك حضور مجالس العلم سواء كان في التلفاز في إذاعة في مسجد حسب ما يتيسر لك لأن مجالس العلم هذه تكسب الإنسان حصانة وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ثم خامسا وأخيرا إهماله هذا الوسواس أهمله توضي مرة واحدة ولو انطبقت السماع على الأرض لا تعيدي مرة واحدة بس أخرج صلي هذا الذي كلفك الله به لأن الله تعالى لما أمرنا بالوضوء قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطاهركم وكرر هذه خمسة أشياء يا أم محمد أولا الدعاء ثانيا آية الكرسي ثالثا التهليل مئة إذا أصبحت ومئة إذا أمسيت رابعا حضور مجالس العلم خامسا إهماله أما أقول محمد إدريس فيبدو أنه من طلبة العلم تصل من سنار يقول ما هو دليل الشافعية رحمهم الله بالنسبة لاختلاف المطالع في تحديده ب أربع وعشرين صرفة وهي ما يعادل مئة ثلاثين كيلو وستة وخمسين من مئة أقول لك يا أخي الكريم قضية اختلاف المطالع هذه مما حصل فيها خلاف بين أهل العلم من قديم فبعضهم يرى أن رؤية البلد الواحد رؤية لجميع البلاد وأنه إذا رؤي الهلال في المشرق أو المغرب فإنه يلزم المسلمين جميعا أن يأخذوا بتلك الرؤية واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل لما خاطب الناس بالرؤية لم يخاطب أحدهم لما جعل الأهلة مواقيتا للناس والحج لم يخاطب ذلك كل واحد منا وإنما هو أمر على الكفاية ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم إذا شهد عنده عدلان ولربما صام برؤية العدل الواحد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وبعض أهل العلم يرى أن اختلاف المطالع معتبر وأن لكل بلد رؤيتهم واستدلوا على ذلك بحديث كريب مولى بن عباس رضي الله عن الجميع لما بعثه لما أرسلته أم الفضل إلى معاوية بالشام فقدم في أول الشهر وصام مع الناس ثم رجع في أثناء الشهر إلى المدينة قال له ابن عباس متى رأيتم الهلال قال له رأيناه ليلة الجمعة فقال له ابن عباس لكننا أي في المدينة رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة ثلاثين قال له كريب ألا تكفيك رؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد الشافعية رحمه الله رحمه الله بهذا المقدار يعود إلى كلام أهل الهيئة أهل الفلك فلعل أهل الفلك قد ذكروا أن هذا المقدار هو الذي يجعل المطلع مختلفا من بلد إلى بلد يعني ليس هناك دليل من القرآن أو من السنة على التحديد بهذه المسافة وإنما المرجع في ذلك إلى أهل الهيئة والعلم عند الله تعالى بقي من الوقت دقائق سبعة فأجيب على هذه الأسئلة التي وردت عبر الرسائل صائم وفي تمام الساعة الرابعة وفي أثناء نوم احتلمت ماذا أفعل هو ما أغتسل هو صلى العصر أما صيامك فصحيح ما عليك شيء ما معنى حديث لا فرق بين العربي ولا عجمي هل جميع الناس متساوين الصالح والطالح والناجح والفاشل لا الحديث ما قال لا فرق بين ناجح الفاشل وصالح وطالح وإنما قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى فالمعنى واضح يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل التفاضل بين الناس بالتقوى جعل التفاضل بين الناس بالعلم جعل التفاضل بين الناس بالعمل الصالح ولذلك في القرآن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفنجعل المصلمين كالمجرمين المعنى الحديث بأن الإسلام ما في عنصرية ما يميز بين الناس بسبب الجنس عربي وعجمي وأبيض وأسود ما يفرق بين الناس بسبب القبيلة هذا قرشي وهذا حبشي لا قل احتلمت في نهار رمضان وجدت شيئا أبيض في ثيابي اغتسلت ووصلت صيامي هل أقضي لا هو نفس سؤال الرجل الأول تناقشت مع زوجي فهددني بأنه سيطلقني الصباح وعلي استخراج قسيمتي براي أي وحدي استشهد على ذلك بنت عمته فسمعت منه كلمة طلقانة ليلا قبل الصباح ثم حلف بالله أنه ما طلقني وإنما كان يقصد أنه إذا قال طلقانة يمكنني استخراج قسيمتي بنفسي فهل أنا مطلقا يا أمط الله القول قوله مع اليمين القول قوله مع اليمين فإذا أقسم بأنه ما طلق وإنما يقول إذا سمعت مني كلمة طلقانة فتمشي تطلع قسيمتك خلاص نعم هل البنوك في السوداء الربوية هل يجوز العمل بها؟ الربا يا أخي ممنوع بالقانون ففي القانون قانون المعاملات التجارية بأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالفائدة تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي حال من الأحوال هذا نص في القانون أما بعد ذلك البنوك هل يحصل فيها ربا؟ يحصل أحيانا بعض البنوك خاصة فيما يسمى ببيع مرابحة للآمر بالشراء ما تتقيد بالشروط الموضوعة من قبل هيئة الرقابة الشرائية في البنك المركزي يحصل هذا أحيانا أما من ناحية أنه يجوز العمل يجوز العمل بها لأنه قد اختلط حرامها بحلالها وهذا ليس في البنوك وحدها وإنما في كثير من المرافق ما حكم التعطر في نهار رمضان والسواك؟ وأنا أظن أول سؤال بدأنا به حلقة هذا اليوم يعني كان في نفس هذا الكلام نعم أظن الله أعلم لكن على كل حال يا أخي بالنسبة للسواك قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه عامر بن ربيع رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم ما لا أحصي يعني ما مر ولا مرتين ولا عشر كتير ما في فرق بين السواك بعود الأراك والسواك بالفرشاء والمعجون والمعجون ليس طعاما ولا شرابا والتعطر أيضا ما في مانع تتعطر هي أظن أحد الأخوات سألت عن العطر والحنة وكذا فما في مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع منها ولا نزل في القرآن ما يمنع من ذلك إخوتي وأخواتي عما قريب ستغرب شمس الثالث من رمضان معنى ذلك أنه قد مضى من الشهر عشره وعما قريب ستسمع أنه قد مضى خمسه ثم ستسمع أنه قد مضى ثلثه وهكذا يتفلت الشهر أيامه من بين أيدينا ولذلك البدار البدار أنفقوا أوقاتكم في الطاعات أكثروا من قراءة القرآن تقربوا إلى الله بالصالحات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل الصيام والقيام والقرآن وأن يجعلنا من عباده الصائمين القائمين التالين المنفقين المتصدقين المطعمين المبتغين بذلك وجهه الكريم وأن يجعلنا له ذاكرين شاكرين مخبتين مطواعين أواهين منيبين وأن يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا ويجيب دعوتنا ويثبت حجتنا ويسدد ألسنتنا ويهدي قلوبنا ويسل لسخيمة صدورنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية بنكم درمان الوطني سيد شباب المصارف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون